السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكم عاملين ايه احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا يا رب تكونوا بخير واحسن صحة واحسن حياة النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكوارع بطريقة خفية جدا وكمان طريقة سهلة بس قبل ما نبدأ اللهم صلي وسلم وزيد وبرك على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما شاء الله كان وما لماشاء لم يكن وما توفيقي الا بالله يلا بقى علشان نشوف عملنا الكوارع ده ازاي? اول حاجة طبعا معي كارع دي طبعا آآ كارع من اللي ورا آآ علشان آآ ديت آآ جمسي طبعا الجمسي بتبقى برضو مليانة سواء اللي ورا او اللي قدام آآ هنا طبعا بنظفها علشان آآ زي ما انتم شايفين فيها شعر كتير وكمان مش نظيفة آآ فبردو بمشي عليها تاني بالسكينة وبكحت آآ اي حاجة فيها علشان اطلع آآ السمار اللي في زي ما تشوفين اللي في الضفر ده لازم آآ نكحطه بالسكينة شايفين بقى بيطلع عامل ازاي وكمان لونه كمان بتغير شايفين بقى عامل ازاي? لازم طبعا نضفت الكوارع عشان في الآخر تديكي آآ نفس يكون حلو وكمان طعم حلو. بعد ما نضفتها زي ما انتم شايفين بقى بالطريقة ديت وقطعتها آآ حطت عليها ملح خشن وكمان دقيق. وهي عصر برضو عليها لامون ده كله علشان طبعا آآ نفس الكوارع علشان اهم حاجة غسيل الكوارع عشان تدينا بقى كوارع آآ تكون آآ شربتها كويسة وكمان آآ نفسها حلو. هسيبها بقى آآ ساعة في المحلول اللي انا عملته دوت وبعد كده آآ بعد ساعة بقى رجعت لها زي ما انتم شايفين وغسلتها شايفين بقى آآ الفرق بين الاول ما كنت بعملها ودلوقتي عاملة ازاي؟ شايفين لونها ضغير الزيت طبعا كحتها زي ما اتركوا بالسكينة وشلت اي حاجة فيها علشان طبعا آآ بتختلف من جزدار للتاني آآ مش كله بيتدارك نظيفة فلازم برضو نحنا نأكد عليها في البيت لما ناخدها ونروح بيها كده خلاص بعد ما اما غسلتها ونقعتها هاخدها بقى يلا على الحل على البتاجاز عشان نشوفها نعملها ازاي؟ هعملها بطريقة سهلة جدا عايزين شربة خفيفة خالص مش عايزينها تكون دسمة آآ عملتها قبل كده معاكم وفتت كوارع وصلصة وكان فيها شغلة كتير تقيل يعني المرة دي هعملها معاكم بطريقة خفية خالص آآ حطتها على البتاجاز وبعد كده حطت عليها بقى ورق لورة وقرفة آآ سجار وكمان حط عليها حبهان آآ قلبتها كم تقليبة وبعد كده آآ حطت بقى عليها زي ما انتم شايفين الطماطم والجزر وبصل وحط برضو عليها آآ فلفل اسود فلفل اسود والسبع بهارات زي ما قلت لكم عايزيها بطريقة خفية خالص عشان الشربة بتاعتها آآ تتشارب ما تكونش تقيلة حطت بقى السبع بهارات وكمان آآ نصل معلقة فلفل اسود طبعا الملح مش هحطه دلوقتي الملح طبعا بنخليل الآخر للحوم أو للكوارع أو لأي حاجة بتاخد سوا آآ عشان طبعا مش عارفين هتاخد سوا قد ايه فهنسيبها طبعا بتختلف من حقيقة من عشان طبعا سن الضبيحة يعني فنازم نتوقع نية برضو هتاخد وقت فهنسيبها آآ نخلي الملح للاخر خالص طبعا هنا بالمعلقة مش هتشيل ولا هعرف اقلبها فدلوقتي بقلبها بايدي زي ما انتم شايفين عشان طبعا آآ هتبقى صعبة بالمعلقة لما قلبها آآ قلبتها زي ما انتم شايفين وبعد كده بقى هحط عليها آآ هسيبها بردو تشوح شوية على الناشف اللي عايز بقى يشوف طريقتي في فتة الكوارئ يرى اجع بقى لفيديو آآ فتة الكوارئ آآ بعد كده بقى حطت عليها المية المغلية لازم تكون مية مغلية هسيبها اغطي بقى عليها وزي ما انتم شايفين بقى بتغلق اهية شايفين بقى شربتها صفية وجميلة اهية زي ما قلتلكم عايزينها تكون خفيفة مش عايزينها تكون آآ دسمة قوي هغطي بقى عليها وهنا بقى هديت عليها النار علشان آآ كلنا عارفين ان النار الهدية بتسوي الحاجة اكتر والملح طبعا هسيوي للاخر خالص قبل ما تستوي بعشر دقايق هحط عليها الملح عشان برضو تتشرب من طعم الملح ما تبقاش آآ حدقها دلع فلازم برضو نحط الملح قبل ما تستوي عشر دقايق وعملت الرز زي ما انتم شايفين وحطت برضو عليه مكعب ملأ والملح وغطت عليه هنا بقى حطت شفت وبقى حطت الملح خلاص وهي دخل على سوة وهنغرف بقى الكوارع بتاعتنا طبعا مش بطور عليكم الفيديو علشان ما تزاقوش وشايفين بقى الشربة بتاعتها عامل ازاي كده بقى تتشرب بطريقة صحية جدا ما تكونش تقيلة ولا دسمة ولا صلصة ولا اي حاجة شربة خفيفة كده آآ مفيدة وقادي الصلطة كمان وغرفة الرز شايفين بقى شكله عامل ازاي يلا بقى لو عجبكم بقى طريقة ما تنسوش بقى اللايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجراش لأسراد التعمل حلو مع غدا ويراب يكون قفت تكله بحاجة بستة خالص ويكون كده خفيفة عليكم ان شاء الله هوريلكوا برضو الفيديو بتاع فتة الكوارع علشان اللي عايز يرجع له آآ دي كنت عاملة برضو آآ فتة كوارع اهيت آآ اللي عايز بقى يشوف الفيديو دوت يرجع لفيديو فتة الكوارع زي ما قلتلكم آآ برضو كانت طريقته جميلة جدا وطريقته برضو سهلة يلا بقى لو فدي عجبكم زي ما قلتلكم ما تنسوش بقى اللايك وشير واتفعل الجرس لأسرة الطعام الحلو مع غدا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته